ماكو لغرافتي كابسل؟ اليوم عندي منتج جديد من ذاتك الشركة يعطيكم الصحة والعافية معاكم أحمد وعلكي بدأت الفيديو الكريد لا تنسونا أحبابنا وهلنا من دعاكم الصالح وهو بيأمس الحاجة حق الدعاء الحين فلا تنساهم تعيلهم أصلا يثبتهم أصلا يصبرهم أصلا يفكعوقهم أصلا يرحم شهدائهم يا رب العالمين وينصرهم اللهم آمين 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 هذا راح يكون لفلو من شركة شارقي ذات الكابسل اللي تكلمنا عنها من قبل بس راح ييب دبل الساعة 10,000 مليا أمبير ودبل السرعة راح يكون 20 واط أما يذكر ذلك أنا هم بعد 20 واط بس العموم أنا طلب لون الأزرق والمفروض هي كب ذات الحجم مع ذات الإمكانيات وما أنا من تأكيد إذا راح ييب لك ذات التقنيات بس خبط العلبة ونشوف أوكي اللهم بوكسنج للحين ووايد ووايد حلو الله يوالله أزرق ماليش أنا كنت شاك بالموضوع بس يمكن أنهما يوحدو لك أوكي هذا غير عن الكابسل تماما آه معلومتي غلط أوكي فمثل ما تشايفين مستوحى من نفس تصميم الستورم راح يكون شفاف عندي كمانفذين تايب A مع تايب C وعندك كابسة زر هنا اوو..جديد تعرف المستوى بالبطارية أنا توقعت أنه سيكون في شاشة رقمية نفسك هنا سيكون بزر تماماً想ي لحظة شوي مصارينك كله راح يكون موجودة هني مثل ما قلت كمان اخترت لون الازرق راح يكون الازرق سماوية دوبك اصلا هو بين لون ازرق بس المنتج بشكل عام لحظة شوي المنتج بشكل عام يشبه هذي الاكثر هذا الستورم مع الستورم سلم من من نفس الشركة فتحس انه هو جزء من هذه الاسرة من هذه العائلة سجنة هني عندك لتنفس الزر بس ما راح يعطيك ذات الامكاني من ناحية قراءة شاشة راح يعطيك بس الاضاءة هذي عشان تقدر انت تعرف المستوى مال البطارية بس حتى نماتية انت تحطه مثلا على جنب راح تشوف انه هو ما اخذ نفس لغة التصميم مالاتهم بس هيك بحجم اصغر واكيد ساعة بطارية اقل راح يكون فقط 10,000 مليا امبير ويعطيك بس من في ذين تايب سي مع تايب اي مع براندينج جدا بسيط بس مرة ثانية يذكرك بالضبط بخوانا لاكبر منه نحن داخل العلبة واضح انه راح يكون في بس سلك انا هو راح يكون موجوده هني وانا عادة ستانس على اسلاك شاركي شاركيك سابقا بس هني اللاه راح يكون عندنا باسيك سلك تايب سي الى تايب سي فقط وبس للمانة انا مصدوم حاليا مادري اذا راح نزل الفيديو ولا لا بس هذي وايد ستانس عليه كابسل جرافيتي انه يتعطيك اداء اكثر من بس بطارية دايما احطه هني على المكتب بالذات استعمل التايمر عشان اعرف الفيديو شطوره قاعد يصير فتلقاني يقلوبه وهالمرة خربت على روحي لان انا شائلها فتوقعتي هني راح يكونوا نحاطين شاشة الى اخرها بس الفونكشن ما راح يكون موجود بالنهاية هذا راح يكون بنك طاقة صغير من شركة ثانية بشكل مختلف بس ما في زود لا جديد نهائيا إذا انت مستانس على تانا اللايت سيبر راح يكون موجوده هني عشان تعرف في مستوى البطارية بانك طاقة ثاني فمدري ما بيقول ما انصح بس انت شفت الموضوع اه اوكي شوف في ام في شغلة اسمها لو كورنت موضح راح تكون موجودة هني تشتغل بشكل تلقائي لما تركب انت سماعة او ساعة عشان تشحن غير عن لما انت تي تشحن التليفون مثلا فتقدر تستعمل هذا الزر اوكي فتقدر تضغط الضغطة مطولة علشان يعطي لو كورنت بدلا يخلص الشحن من البطارية بشكل اسرع من ناحية التيار فلا جديد العموم راح انزل الفيديو لاني صورت ممكن الناس مهتمة بهذه المنتجات وعندي منتجات تانية غيرهم بس هذا احسن مثال لما يقولك انه مو كل منتج كل شركة تنزلها راح يكون قوي هذا دفنت لي مو من اشياء القوية اللي هذي الشركة تقدمنا لياها مع العموم والرابط ما لها مع كل الثانيين راح يكون موجود تحدث انتكتها بتشتري واتوقع بس سمونا على طال الكسور سلامتكم تعيشون احمد وعركي فما الله كريم اشتركوا في القناة